ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه وحشتني عزيزي الوجيه وربي مرة وحشتني مت اخر مرة شفتك؟ في نهاية البارت الماضي صح؟ منور وربي منور هيا عشان نفسيتي الله وكيلك ويكرمك زي الها بسبب الحلقة المرعبة اللي شفناها اليوم خلينا اذكرك على السريع تشترك في القناة لما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات على طريقك وصدقني لما تضغط على زر اللايك لو اعجبك الفيديو طبعا هذا اكبر دعم تقدم لي او للقناة غير كذا خلينا ندخل في انطباع ومناقشة حلقة اليوم الكئيبة والتعيسة واللي تجيب ام الهم اخي يا جماعة انا اش شفت اليوم؟ اقسم بالله العظيم اصور هذا الفيديو وانا في قمة الكآبة والحزن والقرف واي مشاعر سلبية ممكن يمر فيها انسان ايش هذا يا ايرن ايش هذا يا مجرم؟ وربي كذا كثير لا مرة مرة كثير هذا كفر في عرف كل الاديان والطوائف يا شيخ هتلر الطاغية اللي قتل ملايين البشر ما عمل اللي انت عملت هذا لا تقل لي اوجيه ايرن معا حق ولا ما معا حق لا تجلس تدافع عن ايرن ولا تجلس تبرر له الموضوع ماه قابل للتبرير ابدا بمجرد ما تحاول انك تبرر لايرن رح تلقى نفسك متصادم في جدران كثيرة اللي شفناه في حلقة اليوم شي ما نشوفه كل يوم ابدا شكاشي وعلشان ما نسيء فهم بعض يا جماعة وقبل ما ندخل في اي تفاصيل شفناه في حلقة اليوم لازم تعرف انه انا وانت وانتي وهو وهي لو جلسنا على طاولة نقاش وبدأنا نطرح ونناقش سيناريوهات افتراضية لايش ممكن يسوي ايرن بدال خطة الدكة البشعة هذه لايش ممكن يسوي ايرن بدال العنف والعدوانية هذه لايش ممكن يسوي ايرن بدال قتل الاطفال والنساء الابرياء بكل دم بارد راح نطلع بمئة سيناريو اقل عدوانية ودموية من السيناريو اللي عمله اليوم ايرن في حلقة اليوم اوكي ممكن نطلع بسيناريوهات قاسية وتتطلب تضحيات لأن وجود البشر بطبيعة الحال إلى يوما هذا على هذه الكرة الأرضية التعيسة ما عمره تم بالسلام ولا شيء سوى السلام وجود البشر ووعي البشر وعقلية البشر قائمة على الحروب والمعارك والمشاكل السياسية والاجتماعية ولكن اللي بقوله لك أيا كان السيناريو اللي ممكن نطلع فيه أنا وإنت سواء مئة أو ألف أو مليون سيناريو رح نلقى سيناريوهات كثيرة أقل قسوة من خطة إيرين يا عمي تعال ليش نروح بعيد على سبيل المثال أنا ما زلت أشوف أن حل زيك أو خطة زيك للقتل الرحيم أو خطة زيك في إنهاء العرق الإلدي بشكل تدريجي ومنعهم من التكاثر وإيقاف نسلهم أقل خطورة وأكثر منطقية من خطة إيرين هذه أي نعم خطة زيك ما هي خطة مثالية وفيها الكثير من الفجوات والعيوب وتتطلب تضحيات وألم لسنوات كثيرة بس ما ننكر إنها أقل عدوانية وجرم من خطة إيرين اللي جالس يسويها صح ولا لا؟ يا جماعة الخير عن أي ألم نفسي نتكلم عن أي دماء وأشلاء عن أي رؤوس تدهس عن أي كبار وأطفال تتناثر أسنانهم وعظامهم في الأرض على إثر دك الأرض والخطة المؤلمة هذه تبع إيرين أقسم بالله العظيم يا جماعة أول ربع ساعة وآخر كم دقيقة من حلقة اليوم الكئيبة إنها تخلي الحجر يبكي ويتألم من بشاعتها جرأة إسيامة في كتابة هذا الحدث مرعبة أنا في حياتي شفت أفلام ومسلسلات كثيرة شفت أعمال حربية ومرعبة توريك بشاعة الحرب ودناءة الجنس البشري بس مثل هذا السيناريو اللي كتبوا العبقري إسيامة أنا ما أعتقد أني ممكن راح أشوف أبداً شي مرعب ومخيف أتمنى أشوف نهايته في أقرب وقت أنا باك تتخيل بس أباك تتخيل نفسك أمام هذا العدد المرعب من العمالقة حط نفسك مكان أي شخصية مثلاً رمزي وخليل الأطفال يا شيخ والله ما راح تقدر تتصور بشاعة الحدث من كثر ماهو جداً بشع ومخيف ويقشعر له البدن يا لطيف فأياً كانت خطة إيرين اللي جالسي نفذها الآن أنا مستحيل أتفق معاه ولن أدعمه أبداً اللي قاعد يسويه إيرين كفر وطغيان ومبالغة جداً شكاشي؟ خلونا نشوف الموضوع من عين إيرين مش علشان نبرر له فعلته لا 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 ولكن علشان نفهم كيف تم خلق وولادة هذا المجرم والطاغية وبدأ ينفذ هذه الخطة المتطرفة والإجرامية أول وأهم حاجة لازم نعرفها إيرين عبارة عن نتاج ضغط نفسي واجتماعي هائل ومهما حاولت أشرح قد إيش هالإنسان مر بتجارب تعيسة مستحيل أوصل لوصف دقيق لحالتها المجنونة من يوم كان صغير وهو مضطرب وهو صاحي كان مضطرب وهو نايم كان يشوف ذكريات وأحلام ما يدري وش معناها غير إنه شاف أمه تموت قدامه بأبشع طريقة غير إنه أكل أبوه بنفسه وأخذ قوة العمالقة منه مات قدامه بشر كثير سقطت أسوار وبيوت وقلع وبوابات اضطر يقتل ويسفك دماء كثيرة سجنوه ضربوه عن نفوه بني جلدته وأعداؤه كفروا واعتدوا وآذوا شعبه كل هالمعاناها النفسية والجسدية اللي مر فيها إيرين ساهمت في إنها تخرج لنا هذا المجرم والطاغية والمجنون والمختل هيا شفت اللي قلت هذا كون لكم وقوة العملاق المهاجم ووجودها بحد ذاتها كوم ثاني ومصيبة ثانية قوة العملاق المهاجم يا جماعة بحد ذاتها عذاب نفسي وعبء ولعنة ما حد يتمناها أبداً وخلونا نرجع الوراء ونشوف كل شخص أخذ قوة العملاق المهاجم غالباً ودائماً ما يتحول إلى شخص قاسي ومجرم ومتطرف البومة كان يقتل أبناء جلدته وكان متنكر داخل صفوف مارلي وارتكب جرائم شنيعة ومرعبة جداً في حق مارلي وحق شعبه وبعدها مرر قوة العملاق المهاجم وعبء أهالي غريشا وبطبيعة الحال غريشا ارتكب مجازر وتحول إلى مجرب وشخصية مضطربة وغير مستقرة ووصلت قوة العملاق المهاجم إلى مين؟ إلى إيرين وأخذ على عاتق عبء كل السنوات الماضية وكل الذكريات وفوضى المستقبل قوة العملاق المهاجم يا جماعة مستحيل يملكها شخص ويظل مستقر وإنسان طبيعي إلا ما تخليه يعيث في الأرض فساداً بطريقة أو بأخرى سواء على نهج البومة أو على نهج غريشا أو إيرين فلك أن تتخيل أن إيرين مر بكل ظرف سيء وشاف كل شيء بشع ممكن يشوفه إنسان سواء في الماضي أو في الحاضر أو حتى في قدرته على رؤية الذكريات والمستقبل وبشاعته كل هذه الحاجات كونت وأخرجت لنا هذا الوحش المرعب كل هذه الظروف والضغوطات أخرجت لنا هذا المجرم إيرين يا جماعة شخصية مجنونة مضطربة ومجرمة أي نعم أنا متفهم كيف خرج لنا هذا الوحش ولكن هل أدعم خطته؟ لا والله هل راح أقول حلال في الأبرياء اللي ادعسوا في حلقة اليوم؟ لا والله الحل الوحيد يا جماعة لإيرين مش إنك توقف وتتكلم معاه مثل ما تحالف إلديا ومارلي يقولون لا 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 أبداً لا الحل الوحيد لإيقاف إيرين إنك تقتل وتخلص العالم من شره صدقون يا جماعة في فلسفة رائعة جداً طرحها إسيامة هنا مهما أنا وإنت وصلنا لحلول بديلة مهما أنا وإنت وصلنا لسيناريوهات بديلة ومختلفة وأنهينا الدك والحرب مصير البشر يوماً ما يرجع ويتحاربوا أقول لك حاجة خلينا نمشي مع خطة إيرين حبة حبة إيرين يبيد العالم عن بكرة أبيه حلو ولا يبقى على الأرض إلا الشعب الالدي حلو ويرجع الالديين يعمرون الأرض ويصلحونها الله سيناريو جنن ويعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان ويجيبوا بنات يا سلام سنة سنتين ثلاثة مئة مئتين وش بيصير بعدها أنا أوعدك يا عزيزي الوجيه أوعدك أن البشر راح يلقوا سبب جديد للحرب راح يلقى الشعب الالدي نفسه في صراع مع نفسه لأنه هذه هي طبيعة البشر وهذا مش كلامي بس هذا كلام التاريخ وهذه الفلسفة اللي تبناها إسيامة اقرأ التاريخ من عهد سيدنا آدم عليه السلام البشر راح يلقون دائماً سبب للحرب والقتال سواء عوائل ضد عوائل مدن ضد مدن دول ضد دول البشر راح يلقون سبب يشعل فتيل الحرب بينهم لا محالة فاللي أبغى أوصل لكم أنا ضد خطة إيرين مهما كانت مبرراتها ولكن في نفس الوقت أنا متفهم كيف العالم وقسوة وطغيانه وقوة العمالقة أخرجت لنا هذا المجرم إيرين وفي نفس الوقت أبغى أشوف خطة إيرين تنتهي في أقرب وقت وبأقل الأضرار وأقل المآسي والدماء الدماء كثيراً اللي شفناها بس يا رب توقف حلو الكلام؟ حلو الكلام في بداية الحلقة يا جماعة إسيامة جالس يورينا مرحلة الاضطراب والجنون اللي وصلها إيرين يشوف رمزي ينضرب في أحد الأزقة وفي دقيقة واحدة اتخذ عدة قرارات أوه خليهم يضربوه كلها فترة وباجي أقتلهم كلهم طز فيهم أوه لا خليني أساعده وبعدين أرجع أقتلهم كلهم وبالفعل تركه وبعدين رجع ساعده وبعدين راح ودى عند أهله وقام اعتذر منه يبكي قدامه اضطراب وجنون وانفصام في الشخصية مرعب عند إيرين يوريك إن قوة العمالقة طايحة في يد شخص خطير جدا والله يستر من الأيام القادمة يا لطيف يا جماعة يا لطيف أمر مرعب اللي شفناه في حلقة اليوم عموما يا جماعة أنا ما أدري لو لاحظتم ولا لا ولكن تصميم أقدام الدك أو عمالقة الدك تحس مصمم خصيصا بشكل كذا مسطح لغرض الدك منظر أقدامهم هم يدوسون كل شي في طريقهم شي مرعب جدا يا جماعة منظرهم مخيف بشكل ما كنت أتصوره أول ربع ساعة من الحلقة وآخر كم جزء من الحلقة كانت مخيفة بشكل ما كنت متصوره أبدا 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 أوكي أنا كان عندي تصور أنه الدك مرعب بس مش كذا أبدا مش كذا نظرات الناس اللي الموت القادم هروبهم صراخهم بكاءهم اللي يهرب واللي يسرق واللي ينتحر يا رجل اللي قتل نفسه بالمسدس هذا أكثر واحد يوريك مدى اليأس وفقدان الأمل اللي وصلوا له الناس وكأن القيامة قامت في عالم أتاك أنتايت يا ساتر إخراج الدك ومشاهد الدك وحركة ومنظر عمالقة الدك تم بطريقة فعلا تخليك تستوعب المصيبة اللي قادمة للعالم غير أن قوة عمالقة الدك يا جماعة شي صعب يقهر إن قدرت أنك تنجو بطريقة ما من دهسهم رح تاكلك حرارتهم وتحرقك وتحولك إلى رماد مشهد رامزي وخليل مشهد بكيت فيه في أول مرة وبكيت فيه في ثاني مرة ما في أي مهرب من إيرن وجيش إيرن المهيب هذا أبدا يا الله ساعدني أن يتخطى حلقة اليوم وارجع إنسان طبيعي ما أدري كما أحتاج أسبوع أسبوعين يا رب أسرع أبغفتك من الشعور المعفن اللي أنا قاعد أحس فيه حتى تصميم العملاق تبع إيرن يا جماعة كان قبيح جدا قبيح ومرعب يجسد حجم الكراهية اللي في قلب إيرن أنا للأمانة حرق علي شكل عملاق إيرن قبل فترة مرة قريب بس لما شفته في حلقة اليوم استوعبت مدى قبحه والرعب اللي يمثله يا لطيف بس يا لطيف شوف يا جماعة أنا آسف أني باتطرق لهذا الموضوع ولكن واحد من أقبل حاجات اللي شفناه في حلقة اليوم هو حوار آرمن وآني الناس جالسة تندك وتنفرم تحت رجول الدك والعيال هذول يمقضينا خدود حمراء وحب حبايب أوكي وجيه أكيد هم ما شافوا اللي إحنا شفناه ولا شهدوا على بشعة الدك مثل ما شهدناها إحنا بسمع ليش مو وقتكم وربي ولا وقت أم الغزل والمصارحات رحموني الله يخليكم نلقاها منكم إلا من عمالقة الدك ولا من المجنون إيرن آرمن حبيبي ليش كنت راقبني وأنا متحجرة والله يا قلبي ما كنت ارتاح لأنا أشوف وجهك الجميل آه حبيبي والله شكرا قومنتوا إياها جني شلكم يا شيخ عموما يا جماعة حوار آرمن وآني كان فيه جزء حلو للأمانة لما كل واحد منهم اعترف بجرائم وأنه لكل واحد منهم نصيب من الهم والحزن والتعاسى على إثر امتلاكهم لقوة العمالقة وعلى إثر كونهم أحد أعمدة هذا الصراع الطويل في العالم بس جزئية الخدود الحمرة هذه صراحة مرة رفع الضغطي أنا في البرت الماضي يا جماعة كنت مرة مستغرب من أنه في لوك ما جاء بوي موت بشكل واضح يعني جاء بوي ينصاب ويطيح في البحر لكن موت واضح ما كان واضح وأنا كنت عارف أنه راح يرجع ولكن وصوله إلى الطائرة الجديدة وإطلاق النار بشكل عشوائي وتأخيره لإقلاع الطائرة طلع كل تمهيد للحدث الأبرز في حلقة اليوم وهو تضحية هانجي الشجاعة بنفسها وانتهاء دورها وموتها للأسف وللأمان يا جماعة أنا مرة احترمت هذا الجزئية في كتابة الحدث ونهاية هانجي بقدر ما خلتني أبكي وأتأثر إلا أنها كانت نهاية تليق جدا بشخصية مثل شخصية هانجي هانجي يا جماعة طول عمرها تحب العمالقة ومتعلقة جدا فيهم وكانت دائما تشوفهم كمادة دسمة للدراسة والبحث وانتهى بها المطاف ميتة ومنهزمة أمام إيش أمام جيش من العمالقة حتى لما قالت العمالقة مخلوقات جميلة قبل ما تموت كانت إشارة لحبها وتعلقها الشديد في هذه المخلوقات العجيبة والخطيرة ومدارضاها بهذه الخاتمة اللي هي اختارتها بنفسها للأمانة أثرت مرة صراحة في موت هانجي وراح أفتقدها حقيقة وأفتقد وجودها اللطيف والمضحك ولكن لعل إسيام يا جماعة حاب يطبطب علينا بعد موتها لما جابها في العالم الآخر مع إيروين والشلة كان مشهد برضو مرة مؤثر ومثلج للصدر في نفس الوقت بشكل عام جماعة حدث تضحية هانجي وموتها كان من أكثر الأشياء المؤلمة والنهايات المرضية بالنسبة لي في نفس الوقت طيب يا جماعة الآن خطة التحالف إنهم يقتلون زيك بحيث يفقد إيرين قوة العملاق المؤسس ويتوقف الدك بشكل تلقائي وتنتهي هذه المهزالة للأبد ولكن يا جماعة أنا أعتقد أن زيك طلع من الحسبة أصلا والله أعلم هو وين وفي أي أرض ممكن مرمي في المسارات وممكن متخبي داخل هذا الجسد العملاق تبع إيرين أو اللي بحاول أوصله لكم أو على الأقل هو إنه ما عاد صار له سلطة على قوة العملاق المؤسس بمعنى إنه إيرين لما أقنع يومير إنها تعطيه قوتها خلاص صار عنده كامل الصلاحية على قوة العمالقة بشكل كامل وكأنه إيرين صار هو يومير وأنا متأكد سواء بموت زيك أو بقاؤه الموضوع معاد يفرق نهائيا إيرين عنده كامل الصلاحيات من الرأس الكبير يومير زي ما قلت لكم وإذا فيه طريقة لإيقاف إيرين ما رح تكون بقتل زيك ولا أي بطيخ ثاني إنما بقتل إيرين نفسه أو إيقافه بأي شكل من الأشكال واحدة من أكثر الأشياء المنطقية اللي ذكرها راينر يا جماعة قال إنه إيرين كان بإمكانه يلغي قوة العمالقة من عندهم ولكنه تركها لسبب وأنا للأمانة مع كلام راينر يا جماعة مئة بالمئة أنا مؤمن جدا إنه إيرين يبغى أحد يوقفه هذا مش كلامي هذا كلام راينر إيرين يبغى يترك طريق ولو صعب جدا لإيقافه لأنه لما سحبهم على المسار قال بصريحة العبارة وفيما معناه يعني أنا ما راح أحرمكم من قوة العمالقة اللي عندكم وحريتكم اعملوا اللي يعجبكم وأنا راح أعمل اللي يعجبني برضه تبوا توقفوني لكم الحرية أنكم توقفوني تبوا تقاتلوني تعالوا قاتلوني أنا بمضي بخطتي وإنتوا امضوا بخطتكم أيا كانت لكم كاملة الحرية وبالرغم من بشاعة كل شي شفناه من إيرين اليوم إلا أنه للأمانة يشكر صراحة على هذه الجزئية شكرا إنك تركت لنا فرصة للكفاح والقتال ومحاولة إيقافك لأنه لو أخذ منهم قوة العمالقة حرفيا خلاص الآن منتهى ولكن كون التحالف ما زال عندهم قوة العمالقة هذا معناته أن إيرين بطريقة ما وبسبب شخصية المضطربة والمجنونة والمنفصمة فعليا يبغى أحد يوقفه وفي نفس الوقت هو ما يبغى يوقف شايفين لأي درجة مجنون ومضطرب؟ يب لذي الدرجة وهذا إن دل على شي فراح يثبت لنا مدى اضطراب وانفصام وجنون إيرين أبغى أعيث في الأرض فساد وأنتقم وأدمر كل شي في طريقي بس في نفس الوقت بترك لكم في يدكم فرصة ثانية الإيقافي إذا هذا ما هو جنون واضطراب وانفصام ما أعرف وش يكون إيرين يا جماعة في صراع مع نفسه صعب جدا جدا نستوعبه وكلامه في المسار مع التحالف كان أكبر دليل ولكن بالنسبة لزيك خذوها من عندي بإذن الله تعالى موته من عدمه ما راح يضيف أي شيء قوة العمالقة والسيطرة الكاملة عند إيرين مش عند زيك تبغى توقف إيرين؟ أقتل إيرين هذا كان خلاصة تحليلي لحوار إيرين مع التحالف في المسار طيب كيف يقتلوا يا وجيه؟ كيف يقتلوا العدد الهائل من عمالقة الدكها ذولي وعملاق إيرين الضخم ذا؟ صدقني يا عزيزي الوجيه أنا زات نفسي مش عارف بس إنك تتكلم مع إيرين وتروح تتكلم معه إنسى الموضوع هذا الموضوع إنسى وشيلوا من دماغك تماما إيرين قال لهم كلام لا تتكلموا معايا تبغوا تقاتلوني تعالوا اللي تبغوا تسووه سووه أنا راح أمضف خطتي وانتوا أمضف خطتكم حلو الكلام؟ حلو الكلام معلومة مهمة وجديدة تم كشفها اليوم يا جماعة وجدا مثيرة للاهتمام وهي إن العملاقة الأنثى إذا أكلت جزء أو أجزاء من عمالقة آخرين راح تحصل على جزء من قوتهم أو على قوتهم على سبيل المثال آني قالت إنهم كانوا يأكلوها لحوم كثيرة ويفترض إنه اللحوم هذه أجزاء من عمالقة آخرين ولو بنحاول نفتكر قدرات العملاقة الأنثى عند آني آني كانت تقدر تستدعي العمالقة الهمجيين وهذا يعني إنه عندها جزء من قوة زيك ولما حبست نفسها داخل الصدفة المتحجرة هذيك لسنوات طويلة معناته إنه عندها جزء من قوة العملاقة المطرقة برضو ويا عالم وش عندها من قوة ثانية إحنا ما نعرفها إلى الآن اللي بقوله لكم يا جماعة إنه قوة العمالقة وعلم العمالقة بشكل عام بقدر ما إننا عرفنا الكثير عنه واكتشفنا عنه الكثير إلا إنه ما زال مادة دسمة وقابلة للاستكشاف والبحث إحنا ما نتكلم عن مادة علوم ولا فيزياء ولا تاريخ إحنا نتكلم عن قوة غامضة ومعقدة جدا والكلام اللي قاله فالكو زاد الطين بل لو لا حسم أخي أكثر وأكثر بحكم إنه شاف ذكرة من ذكريات زيك معناته إنه فالكو أكل جزء من عملاق زيك وفي الواقع هو شرب من النخاع أو السائل الشوكي تبع زيك وبكذا صار عنده قوة العملاق الفك اللي أخذها من غاليارد بالإضافة لقوة العملاق الوحش اللي أخذها من سائل زيك الشوكي وقد تكون هذه ميزة خاصة فقط للعملاق الفك الله أعلم الموضوع ما زال معقد أوكي لاحظنا إن عملاق فالكو فعليا مختلف ومميز كون كل حاملية قوة العملاق الفك كان شكلهم يشبه بعض زمان سواء مارسيل أو يومير أو غاليارد إلا إنه فالكو عملاقه يملك أطراف تشبه أطراف الطيور وعنده صفات جدا مميزة غير عن كل حاملية قوة العملاق الفك اللي قبله فهل فعلا راح يقدر يطير فالكو بعملاقه الفك مثل ما فهمنا من كلامه أنا مش فاهم وأحب أقول لكم الموضوع مرة ملغوص ولا وديت فلسفي كثير أوكي شفنا فالكو زي ما قلت لكم عنده أطراف تشبه أطراف الطيور رجلين طيور ويدين طيور بس أنا متأكد مليون في المية أني ما شفت عنده أجنحة أجنحة أنا ما شفت ولكن اللي يهمنا من هذا الحدث هو أنه ممكن أي شخص عنده قوة عمالقة وأكل جزء من عملاق ثاني راح يصير عنده جزء من قوة العملاق اللي أكل منه حلو الكلام؟ حلو الكلام مش أكيد؟ لا مش أكيد ننتظر ونشوف عموما أنا وفالكو وقابي في وجه مختلفة تماما عن باقي التحالف هم راحوا بالطيارة هذوليك وهذولي راحوا بالسفينة ما أدري وش راح يكون دورهم مستقبلا بس المعلومة هذه ما تم كشفها إلا لسبب معلومة إنه فالكو ممكن يقدر يطير وصدقوني الموضوع مر ملغوة زي ما قلت لكم وكل ما أحاول أبسطه يتعقد أكثر ويلحسم أخي أكثر فخلونا ننتظر ونشوف أحسن تعليق سريع يا جماعة بخصوص جزئية إنه تحالف إلديا الجزيرة أو إلديا مارلي أو تحالف راينر وبيك وآني وشلة مارلي مع ليفاي وميكاسة وأرمين وجان غير منطقي هذا مش كلامي في كثير من المتابعين والجمهور اللي عافيهم قالوا إن تحالف هم غير منطقي وكلام فاضي لذلك أحب أقول لكم يا جماعة إنه أكثر شيء منطقي قاعد يحصل حاليا في هذا الحدث وفي هذه الحلقات هو هذا التحالف والسبب ببساطة مارة بسيط وما يحتاج نضيع وقت فيه أكثر ونطول الفيديو العدو واحد والعالم كله صار واحد كل الأعراف وكل العادات والتقاليد سقطت خلاص لا إيرين مع إلديا ولا مع مارلي ولا مع أي أحد الآن العدو لكل العالم حتى لإلديا نفسها هو إيرين فإذا ما تم هذا التحالف الآن متى تبغوه يتم إيرين أعطى انطباع واضح وصريح جدا أنا حر ورح أسوي اللي فراسي وإنتم وكل العالم لكم الحرية في محاولة إيقافي كيف تقول إن التحالف هذا ماله لزمة وغير منطقي صدقني عزيزي الوجيه أقدر أجلس أسولف لك عن مئة سبب لمنطقية هذا التحالف بس ترى حرفيا الموضوع والتحالف هذا مر منطقي يحتاج لك بس تروق وتفكر وتدرس الأحداث ورح تكتشف قدي إيش هذا الحدث مر منطقي ومكتوب بشكل جدا كويس طيب يا جماعة آرمن شال الليلة وصار هو القائد أو قائد هذا التحالف طبعا لما تجي تشوف الصورة الكبيرة أذكى واحد وأكثر واحد ممكن يفكر بحلول منطقية من بين الشلة الباقية هو آرمن فعليا هو آرمن بالرغم من أني أتفق معاكم إيروين أكيد أفضل منه بمراحل ولكن في الوضع الحالي ما في أحد أجدر بالقيادة من آرمن ذكي يعرف يخطط يعرف يحلل الأمور بشكل أكثر منطقية فمن بين كل أعضاء التحالف آرمن فعليا هو الأنسب والأجدر وأتمنى أن الحلقة الأخيرة تثبت كلامي فعلا لأنه إيروين زمان ما ضحى بنفسه عبث يا جماعة ما تركهم ينقذون آرمن ويتركونه ويموت بداله إلا لسبب وإن شاء الله راح تثبت لنا الأيام حكمة قرارات الراحل إيروين وكمان هانج المشهد الأخير في حلقة اليوم يا أخوان والله إني وجدت صعوبة في إني أمسك دموعي لما حاولوا الناس الباقين إنهم يوصلوا للمناطيد في قمة اليأس والبؤس أطفال نساء رجال كبار وصغار ولكن كل حلم وكل أمل كانوا متعلقين فيه تلاشى قدامهم لما إيرين دمر المناطيد هذهك في السماء مشهد مؤلم وقاسي يا جماعة ما عرف كم راح أجلس فترة إلين أخرج من البؤس اللي أنا فيه كمية نكد وتعاسى حطنا فيها إسيام الله يسامحك بس وخطاب القائد اللي كان فوق أحد المنارات يا جماعة لخص كل كلامي وأنهى كل خطابات الكراهية بأبهى طريقة ولاصة كلامه كانت تقول كل الكراهية وكل الحقد والضغينة اللي سويناها في الشعب الإلدي كل جريمة ارتكبناها على أمل إنها تحمينا من شياطين إلديا هي السبب في خروج هذا الوحش الغاضب إيرين وبالفعل يا جماعة كلامه جدا منطقي ويصف الحدث بشكل جدا مرعب طبعا جزئية مرة مرة مهمة لاحظتها وقت خروج عملاق زيك عملاق زيك يا جماعة خرج من ظهر إيرين ولكن بلون مختلف وكمان بدون أي صوت وبدون أي تصرفات تدل على وجود زيك أو على أقل تحكم زيك بالعملاق القرد لأنه لو زيك فعليا اللي نعرف وهو اللي خرج ممكن كان شوفناه يتساءل عنه سبب وجوده هنا ممكن كان شوفناه يتصرف بطريقة مختلفة غير إنه كان مربوط بعروق أو خيوط من ظهر إيرين وبمجرد ما راينر هجم عليه وقطع عنه هذه العروق أو الخيوط البيضة تقريبا انطفأ عملاق زيك تماما وانتهى وكأنه إيرين استخدم قوة العملاق المطرقة بطريقة ما وأخرج عملاق زيك وتحكم فيه لفترة بسيطة وبمجرد ما راينر فصل عنه الاتصال بظهر إيرين انطفأ تماما وصار مجرد جثة عملاق متصلبة لا أكثر فوين زيك من هذا الكيان الضخم والقبيح أنا مش عارف بس اللي أنا متأكد منه إن العملاق القرد اللي شفناها اليوم مستحيل يكون زيك أبدا إنما تجسيد فقط لشكل العملاق القرد لا أكثر وهذا التجسيد تم عن طريق إيش؟ تم عن طريق قوة العملاق المطرقة اللي يملكها إيرين وإن شاء الله وبإذن الله كلام يطلع صاح وما أرمي في الزبالة بعدين عموما انتهت الحلقة وأنا فاتح فمي صراحة ودموعي للأمانة بالكاد ماسكها ومسيطر عليها واللي حضروا البث شافوا وضعي كيف كان مرة سيء حلقة مليانة بشاعة ورعب دموع وصرخات حلقة مليانة ألم وجسدت مدى خطورة إيرين والدك للأمانة انتاجيا كنت متوقع شيء أفضل بكذا من كثير بحكم الوقت الطويل اللي اضطرنا ننتظره ولكن للأمانة يظل إنتاج الحلقة جيد وقدم مستوى جدا متماسك أنا حزين بس يا جماعة على معمعة الإنتاج اللي مر فيها هذا الأنيمي بسبب المعمعة والخربط اللي سواها الاستيديو إن حرمنا من متعة الارتباط والتعايش مع عالم هجوم العمالقة أنا شخصيا كنت أفضل إن أشوفه على حلقات أسبوعية أفضل من إن يشوفه دفع واحدة زي كذا ولكن ما معانا إلا اللي ما حصل السيامة الله يسامحك بس اللي شفناها اليوم أبدا ماه شيء سهل يتنسي ولهو شيء سولف عنه مرة وننساه أبدا صدقوني أنا أواجه صعوبة في إني أخرج من حالة الاكتئاب والتعاسل اللي حطني فيها السيامة عموما حلقة رائعة ممتازة أحداثها خدمة القصة وكشفت لنا الكثير وأعطتنا لمحة نتوقع إيش ممكن يصير في المستقبل وإذا كان فيه تقييم منصف راح أعطيه لهذه الحلقة فراح يكون عشرة من عشرة لا محالة وأتمنى أن الحلقة الأخيرة اللي بنشوفها بعد سبعة شهور تقريبا تكون مرضية وما يتورط فيها إسيامة وألعن خير خير وأعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنعين هات الفيديو لايك الفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة ما بيقش على الثلاثمائة ألف وأعطيكم العافية كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم